اشتركوا في القناة وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حديثنا اليوم عن الوفاء بالعهد وفيه الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خيار عباد الله الموفون المطيبون راوي الحديث هي عائشة بنت أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة القرشية التيمية أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر شهر وقيل بعامين ودخل بها في شوال فروت عنه علما كثيرا طيبا مباركا وقد بلغ مسند عائشة الفين ومائتين وعشرة أحاديث اتفق لها البخاري ومسلم على مائة وأربعة وسبعين حديثا وانفرد البخاري بأربعة وخمسين وانفرد مسلم بتسعة وستين سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة وفي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وكانت وفاتها سنة سبع وخمسين للهجرة ودفنت بالبقيع المعنى الإجمالي للحديث في هذا الحديث العظيم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم مكانة الوفاء بالعهد وأن أهله والمتصفون به هم خيار عباد الله وأفضلهم عند الله سبحانه وتعالى وقوله إن خيار عباد الله أي من خيارهم الموفون لله بما عاهدوه المطيبون بالبناء للمفعول أي القوم الذين غمسوا أيديهم في الطيب وتحالفوا عليه وذلك أن بني هاشم وزهرة وتيم اجتمعوا في الجاهلية في دار بن جدعان وغمسوا أيديهم في الطيب وتعاقدوا على إغاثة الملهوف ونصر المظلوم وحضر ذلك معهم المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو صغير فوفوا بما عاهدوا الله عليه فأثنى في هذا الخبر عليهم بإخباره بأنهم من خيار الخلق الموفين بالعهود والظاهر أنهم أدركوا البعثة وأسلموا ويحتمل أنه أراد بالمطيبين هنا من جرى على منهجهم من أمنه في الوفاء بالعهود ولزيادة فهم هذا الحديث لنا معه عدة وقفات الوقفة الأولى حول مفهوم الوفاء بالعهد الوفاء لغة ضد الغدر يقال وفى بعهده وأوفى بمعنى وفى بعهده يفي وفاء والعهد لغة الوصية والأمان والذمة ومنه قيل للحربي يدخل بالأمان ذو عهد ومعاهد الوفاء اصطلاحا حفظ للعهود والوعود وأداء للأمانات واعتراف بالجميل وصيانة للمودة والمحبة والعهد اصطلاحا حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال الوقفة الثانية حول الوفاء بالعهد في القرآن الكريم وردت آيات في كتاب الله الكريم تحث على الوفاء بالعهد منها قوله سبحانه لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا أي ولا تتصرفوا في أموال الأطفال الذين مات آباؤهم وصاروا في كفالتكم إلا بالطريقة التي هي أحسن لهم وهي التثمير والتنمية حتى يبلغ الطفل اليتيم سن البلوغ وحسن التصرف في المال وأتم الوفاء بكل عهد التزمتم به إن العهد يسأل الله عنه صاحبه يوم القيامة فيثيبه إذا أتمه ووفاه ويعاقبه إذا خان فيه وقال أيضا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود أي بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته والقيام بها أتم قيام وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطيعتهم والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر والعسر والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة ونحوهما وعقود التبرعات كالهبة ونحوها وقال الله عز وجل أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقْ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى أَنْكُثُونَ الْعَهْدَ الْمُؤَكَّدِ الله عليه وسلم أن أولى هذه الشروط وأحقها بالوفاء ما استحلت به الفروج والمقصود ما كان سببا في حل التمتع بالمرأة وهي الشروط التي تكون في عقد النكاح لأن بسببها يستحل الرجل فرج امرأته ولذلك كانت أحق الشروط وأولاها بالوفاء وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتوا منتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم قال ابن عبدالبر في شرحه لهذا الحديث اضمنوا لي ستا من الخصال من أنفسكم بأن تداوموا على فعلها أضمن لكم الجنة أي دخولها وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتوا منتم قال البيهقي ودخل فيه ما تقلد المؤمن بإيمانه من العبادات والأحكام وما عليه من رعاية حق نفسه وزوجه وأصله وفرعه وأخيه المسلم من نصحه وحق مملوكه أو مالكه أو موليه فأداء الأمانة في كل ذلك واجب وعن وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأباء ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالتي له فأبى فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر جد له فأوفي له الذي له فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه ثلاثين وسقا وفضلت له سبعة عشر وسقا فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان فوجده يصلي العصر فلما انصرف أخبره بالفضل فقال أخبر ذلك ابن الخطاب فذهب جابر إلى عمر فأخبره فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها رواه البخاري وفي هذا الحديث الشريف يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نوم في العهد حتى مع غير المسلمين الوقفة الرابعة حول أقوال العلماء والسلف في الوفاء بالعهد ومنها قول الأحنف لا صديق لملول ولا وفاء لكذوب ولا راحة لحسود ولا مروءة لبخيل ولا سؤدد لسيء الخلق وقال الحريري تعامل القرن الأول فيما بينهم بالدين زمانا طويلا حتى رق الدين ثم تعامل القرن الثاني بالوفاء حتى ذهب الوفاء ثم تعامل القرن الثالث بالمروءة حتى ذهبت المروءة ثم تعامل القرن الرابع بالحياء حتى ذهب الحياء ثم صار الناس يتعاملون بالرغبة والرهبة قال ابن حزم رحمه الله إن من حميد الغرائز وكريم الشيم وفاضل الأخلاق الوفاء وإنه لمن أقوى الدلائل وأوضح البراهين على طيب الأصل وشرف العنصر وهو يتفاضل بالتفاضل اللازم للمخلوقات وأول مراتب الوفاء أن يفي الإنسان لمن يفي له وهذا فرض لازم وحق واجب لا يحول عنه إلا خبيث المحتد لا خلاق له ولا خير عنده الوقفة الخامسة ترك الوفاء بالعهد له آثار سيئة وعواقب وخيمة ومن أبرز هذه الآثار قسوة القلب لقوله تبارك وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ومنها ضياع المرؤة وذهاب الهيبة ومنها أنه يورث العداوة والبغضاء والحسد والحقد الوقفة السادسة حول ثمرات الوفاء بالعهد الاتصاف بخلق الوفاء بالعهد له فوائد عظيمة وثمار مباركة في الدنيا والآخرة نذكر منها أن الله أثبت محبته للمتقين الموفين بعهدهم المستقيمين على عهودهم ومواثيقهم حتى مع أعدائهم ما استقاموهم على تلك العهود قال تبارك وتعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ومنها حصول الأمن في الدنيا وصيانة الدماء ومنها حصول الأجر العظيم فقد وعد الله الموفين بعهودهم بجزاء عظيم قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم الوقفة السابعة حول الوسائل المعينة على الوفاء بالعهد من المعينات على اكتساب خلق الوفاء بالعهد والاتصاف به ما يلي الاكثار من الدعاء أن يوفقه الله لهذا الخلق الحميد ومنها التدبر في الأجر العظيم الذي يناله صاحب الوفاء بالعهد ومنها قراءة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في وفائه بالعهود ومنها قراءة سيرة السلف الصالح في الوفاء بالعهود ومنها مجالسة ومصاحبة أصحاب المروءة والأخلاق الحميدة وفي الختام أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من عتقائه من النار إنه جواد كريم وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة